يحيى الرئيس يحيى الرئيس يبدو أن رجل ثقة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة عبد الملك سلال انتقل على السرعة الخامسة في تحركاته الاستباقية لتعبد الطريق أمام ولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة سلال كثف من خرجته المعلنة وغير المعلنة من خلال لقاءاتين ميدانيتين مع الفاعلين في المشهد سواء أحزاب منظمات وجمعيات سلال غازل أقوى تنظيم عمالي المركزية النقبية محطة اختارها للحديث عن الإنجازات المحققة في عهد بوتفليقة بالنسبة للمنجازات كنت يوم أمس بركنا نتكلم مع إخوة ونقارن في نقطة من نقال إنجاز السكانات في الجمهورية الجزائرية لما تشوفوا الأرقام الشيء لأنجزه من 2000 إلى أواخر 2018 يساوي ونعطيكم الأرقام بالتدقيق فما بعد يساوي كل ما أنجزه من الاستقلال حتى السنة 2000 في الجهة المقابلة فريق حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة يعكفون على سياغة ورقة طريق الحملة عبر وضع آخر الرتوشات وسلال يقول نحن جاهزون للمعركة وبوتفليقة سيكتسح سنديق الاقتراع للمرة الخامسة أنا على يقيم أن سننجح أن سننجح من أن الترشح منتعه شوفوا الصدى في القرى الدولية هل فيه رفض هل فيه تردد باركلاو فيكم باركلاو فيكم باركلاو فيكم باركلاو فيكم مع الفلقة المضعضوها لأخوكم المجاهد والترشح عن هذه الفلقة ما عمل لكم ما عمل لكم ما عمل لكم بتفليقة الذي استطاع حشدة إيد كبرى الأحزاب والمنظمات الجماهيرية سيتبنى مناصرية حسيلة فترة حكمه على أكثر من سعيد خاصة مقاربته الاجتماعية في توزيع ملايين الوحدة السكنية وسياسة الدعم وحماية الفئات الأقل دخلا نهيك عن عودة الأمن والاستقرار والإصلاحات المجسدة في كل القطعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر